موسيقى موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات أهلا بك يا أخي مالك أهلا بك يا أخت فرحة أخي مالك لو المسلمين دخلوا في حرب مع العدو هل لما يقتلوا الأطفال والنساء اللي هم مش في حالة حرب أطفال والنساء هل عندهم سنة شرعي أنهم يقتلوهم؟ صحيح في الحقيقة هذا السؤال أنت طرحتي سؤال ذات مرة محمد أنه لما ندخل في حالة حرب مع العدو فما موقفنا أو موقف أنه لو تعرضوا النساء وأطفال المشركين إلى الإصابة أو الموت بسبب هذه الحرب أنه إلى الإصابة فكان الجواب قال أنهم منهم بمعنى أنه حتى لو تعرضوا إلى ما يتعرضون إليه من موت فإذا أنهم جزء من العدو فحكمهم حكم العدو لا يوجد أي إشكالي وهذا الحديث موجود في الصحيح البخاري ومسلم وعموما شريط هذا السؤال بقي عندنا الفقهاء موجود هل إذا أنا استهدفت العدو وكان بين ظهراني هذا العدو يوجد ناس مدنيين نساء وأطفال ما مصير هؤلاء الأطفال والنساء نقرأ سبيل المثال الإضافة للموجود في البخاري ومسلم نقرأ في الموارد الحاوي الكبير وهو مكتب الفقه الشهيرة تأسس من هذا الموقف سأل وجه لمحمد عندما سئل عن دار الشرك فيصابوا من نسائهم وأبنهم فقال هم منهم سألوا يا محمد أننا زهجمنا دار الشرك أو دار العدو ففي ناس يصاب من نساء وأطفال وانشوف كيف مصيرهم فقال هم منهم بمعنى قال أن لا يوجد أي إثم أو أي زمن على قتلهم على قتلهم لأنه خلاص هم واقعون من قبل هو لا يقول اذهبوا وقتلوهم ولكن عندما أنت تستهدف العدو عندما تضرب العدو فرضا في المنجنيق قد تعرف أني بما أني موجود مع نساء وأطفال أني فيه فرصة كبيرة يقتل للطفل قال لا يوجد أي مشكلة هو لم يقول اذهبوا وقتلوا نساء وأطفال ولكن قاله لا يوجد أي إشكالية عندما تستهدف العدو أن طارد حياة الطفل والمرأة للخطر يعني المهم هو ما قالش روحوا وقتلوهم بس لو تحطوا في الموقف يقتلوهم معادي بمعنى مقتضيات الحرب تعرضوا فيها للقتل فهذا أمر لا يوجد عليه أي تبعات وحتى نقرأ نموذج آخر موجود أنا في كتب الفقه فيقول وأنت ترسوا في الحرب نساهم وصبيانهم جاز رميهم أن العدو إذا كان محتمي في النسا والصبيان جاز رميهم ويقصد المقاتلة نحن نرمي المقاتلة لماذا؟ لأن النبي رماهم بالمنجنيق ورماهم النسا والصبيان بكل اختصار لأنه نحن حرب مش شريفة أبداً بمعنى النبي حارب العدو ورما الناس في المنجنيق وهو يعرف أنه قد يصيب بالنسا والأطفال بمعنى إذا كان العدو موجود في مكان وهذا المكان مختلط فيه المدني مع العسكري يجوز أنه نوجه الضربة وحتى لو أدى الموضوع إلى إصابة المدني طب معلش سؤال بسرعة طب لو كانوا دولا مسلمين الدروع البشرية دي مسلمين يجوز أتلهم؟ لا لا يغير من الأمر الشيئان برضو يجوز أتلهم طبعاً لا يوجد كلام منسوب هنا لمحمد في هذه الحالة ولكن تأسيساً الحالة أن الأولوية والجهاد أسس الفقهاء المسلمون وقالوا يجوز أن نستادف العدو وحتى لو عرضنا المدني المسلم للخطر الموجود أو حتى للموت بما فيه الطفل كان بين العدو أنا بشكرك جداً أخي مالك أعزاء المشاهدين ما فيش أي شرف في هذه الحروب مع المسلمين ممكن المسلم يتقتل وممكن العدو يتقتل سواء أطفال أو شيوخ ما لهمش حلاق قبل حرب خالص أطفال شيوخ نساء يقتلوهم هم منهم لو كانوا كفار لو مش كفار هيخشوا الجنة ورب إن الله غفور رحيم بقى ولا دي ولا كلام من دا نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر